في بيته الصغير رحب بنا عم مجاهد وحكى لنا عن قريته التي لم يكن يعرف اسمها أحد قبل أن تدرج في قائمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والله احنا كنا في أيام مضت كنا منبه في مركز بدرة أو أي بلد يقول لك من قرية الخرطوم يقول لك إيه قرية الخرطوم دي جاءت المبادرة بأوامر من الرئيس مشكورا دخلت لنا صرف وعملت لنا أسفل ودخلت لنا محاولات كهرباء وعملت لنا ملاعب قرية قدم وبسم الله ما شاء الله عملونا بيوت وعملونا أسفلت وعملونا ملاعب وكانت الكهرباء هنا ما كانتش مزبوطة كانت الكهرباء هنا يعني يعني مثلا لو جات تيجي يوم في تيجي ساعة في اليوم كانت قرية معدومة وقرية منسية ولا كان أي حد يخطر على باله أن كرة الخرطوم تبه كده أبد أي حد يتمني يسكن في كرة الخرطوم دلوقت عيالنا بقى متحفظ عليهم دلوقت بيلاجوا نادي وبلاجوا استاد قرية قدم وستاد قماسي ومدرسة الاعدادية على فكرة أنا كنت عشان خطر مثلا تودي ابنك مدرسة اعدادية بينك وبينها 12 كيلو كانوا مسمين لأسفلتن بالداء الخرطوم لمركز بدرد طريق الموت فعلا كان كل معدل مثلا كل يوم حد ستين ثلاثة ونسبة موت ونسبة تعور ونسبة البهدل دلوقت بسم الله ما شاء الله عمل لنا كل حاجة حلوة نحو 1500 سماهم أهالي قرية الخرطوم لم يكن أحدا منهم يتخيل أن تخرج قريتهم من العدم وتنعم بكل هذه الخدمات والله العزيمة عملتنا حاجات حلوة في القرية ربنا يخلي السيسي ويخلكوا لنا ويتنكوا كده تعمرنا القرية دي جميلة حاجات حلوة خالص ولا كنتم تخيل أنها تنباني وتبع حلوة كده ليه كانت كرية فجيرة عمرت عمرت بيكو وبربينا قبل كل حاجة ولا فيه ميا ولا كهرباء ولا أي حاجة خالص حتى البيت بتاني ما كانش فيه عرش ولا كلام دي كله دلوقت عملوا ميا وكهرباء وأسفل وعملوا البيت وسقف ومحاق وعملوا كل حاجة في البيت وصراميك ومحارة ودهان حتى البيوت محاروها من برا ودهانوها كل البيت اللي كان برضو مش متمحارة عملوها ودهانوها جاءوا مكشفوا على الناس برضو وكل الناس بتروح تيكشف يكشف عليهم كل تبمن حاجة بيروح يكشف وبيدولوا علاجه برضو وكل حاجة يعني إعمار هذه البيوت الصغيرة أبسط ما تم تنفيذه في القرية من مشروعات فالمدرسة لم تكن موجودة ومركز الشباب كان أرضا فضاء وتلك الطرق قصرت المسافات وربطت الخرطوم بمركز المدينة القرية لم يكن بها أي بنية تحتية يتم تأهيل الخدمات عليها لما نزلنا رصدنا كافة هذه الاحتياجات وتحولت هذه الاحتياجات لمشروعات وتم تنفيذها على الطبيعة وزي ما قلت حضراك المشروعات تنوعت لكافة المناحي يعني قطاع التعليم تم تنفيذ فيه باقرب من ثلاث مشروعات لإنشاء مدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي بطاقة 11 فصل وتم إنشاء ملعب أكليريك وجه به سيد أبو حافظ في المدرسة تم رفع كفاءة المدرسة الأديمة اللي هي الابتدائية مدرسة شيرين عامل ما تم رصده من احتياجات لهؤلاء المواطنين وحتى الاحتياجات اللي كانوا بيلوها على سبيل الفرض الجدلي تم تنفيذها على الطبيعة مفهوم إعادة الإعمار وتطوير الريف المصري في المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتخذ من تنمية الإنسان المصري محور ارتكازه فيوفر له آليات التنمية